اهلا احبائنا مشاهدينا هل تبحث عن الارتواء وكيف تجد هذا الارتواء اسمع ما يقول الكتاب المقدس في مزمور 36 والآية 9 لأنه عندك ينبوع المياه بنوره نرى نور عندك ينبوع الحياة يقول ايضا الكتاب فيه كانت الحياة اي في المسيح يسوع قال يسوع انا هو الطريق والحق والحياة ثم قال انا هو خبز الحياة ثم بنفس الاصحاح قال في الاصحاح السادس انه هو الخبز الواهب حياة قال انا هو القيامة والحياة انا هو الطريق والحق والحياة اتيت لتكون لهم حياة لأنه عندك ينبوع الحياة وهذا يتمشى مع صفحات الكتاب في العهد القديم عندما يقول النبي افتح على الهضاب انهارا وفي وسط البقاع يا نبيع اجعل القفر اجم التأماء والارض اليابسة مفاجر مياه الشعية 41 والآية 18 لأسقي شعبي مختاري في الشعية 43 ثم الدعوة في الشعية 55 الآية الاولى ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه ثم يقول ايضا في سفر اشعياء لاني اسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة اسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك فاذا احبائي دعوة دعوة من الرب للارتواء دعوة من الرب للحياة وطبعا بما انه الحياة يعني الانسان ما ممكن صعب انه يعيش بدون المي لابد ان يعتش والعطش هو اشد رغبات واحتياجات الجسد لاجل هذا قال داود يا الله اليك ابكر عطشت اليك نفسي يشتاق اليك جسدي في ارض ناشفة ويابسة بلا ماء او كما يقول في مزمور 42 كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله او كما عبر في مراث ارمية لسق لسان الراضع بحنكه الاولاد يسألون خبزا وليس من يكسره لهم فاذا منشوف انه العطش والارتواء هو اشد رغبات الجسد ولكن دايما الكتاب بيربطها مع الارتواء من خلال حضور الله من خلال بركة الله من خلال روح الله والمسيح هو المصدر لانه تكرارا ومرارا قال انا هو وكلمة انا هو هي تعبير عن اهيا الذي اهيا انه هذا كلام الله كلام الرب نفسه الذي يدعو الانسان للارتواء لانه لا يوجد اي مصدر اخر الا يسوع المسيح شوف بقول اسكب روحي على نسلكة فاذا دايما بيربط يعني اسكب ماء على العطشان اسكب روحي على نسلكة بيربطها مع حضور الله من خلال عمل روح الله القدوس حتى النبي ارمياء يعني يتكلم بصوت اسيف لشعبه قال شعبي في الاسخاح التاني شعبي عمل شرين تركوني انا ينبوع المياه الحية لينقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققة لطب التقمع تعرفوا هون طبعا بالمقارنة لما اسرائيل التجأ الى مياه النيل او مياه اشور بتتكلم عن عظمة مصر وعن عظمة العراق او اشور في تلك الايام يعني نهر النيل ونهر الدجلة او الفرار فاذا كان بيلتج لهذه القوات العظمة السوبر باورز للاحتماء بهم وتركوا الرب اللي هو المصدر مصدر ينبوع المياه الحية وطبعا يعني بيتكلم بصورة مبسطة في ارض فلسطين احنا لا عندنا النيل ولا عندنا الفرار ولا عندنا الدجلة ولا اي انهار الضخم الموجود في العالم اللي عندنا هو الله بس بتمطر ولانه المي غالي جدا وثمينة في ارض فلسطين فالناس عادة بتحفر ابار وتخيل انه بعد ما حفروا ابار وتعب مضني جدا نزل المطر وسرعان ما اكتشفوا انه فيه تشققات في الصخور فكل المي اللي بتنزل هي عبارة عن ابار مشققة لتضبط ماء فالدرس اللي بنتعلمه انه كتير من الناس عم تبحث عن ابار حماية من خلال سياسي او دول او من خلال المادة او من خلال الشهرة او من خلال المتعم بيحفر ابار بس كل هاي الابار لانه مكتوب فرح الفاجر الى لحظة مش رايح يستمر الموضوع حتى المسيح قال للمرأة السامرية كل من يشرب من هذا الماء يعتش ايضا ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد في يحنى سبعة قال يسوع ان عطش احد فليقبل الي ويشرب من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي طبعا كان بيتكلم عن حلول او مجيء الروح القدس وفيضانه لانه لم يكن قد اعطيه الا في يوم الخمسين تعرف حباء في العهد القديم مجتمعات باكملها اتحركت بسبب المجاعة في ايام ابراهيم في ايام يوسف في ايام يعقوب لما ذهبوا لمصر لانه حقيقة المي هي مصدر الحياة يقول الكتاب فيه في يسوع المسيح كانت الحياة والحياة كانت نور الناس فاستحال انك تعيش بدون النور وبدون المياه فاذا نستطيع ان نستشف من هذه الايات اللي كررتها على ما سمعكو هي دعوة زي ما قال اشعياء هلوم ايها العطاش جميعا بغض النظر في اي مكان وين يتموجود تعال اي انسان عطشان لانه لازم تكون عطشان لازم تكون يعني عندك الطلب وعندك الاشتياق لحضور الله اذا ما عندك الاشتياق انت تصبح في روتين ديني متكرر بتمارس طقوس دينية تفتقر الى القوة دين بدون الروح القدس او تجديد بدون توبة وانا بدعوك اليوم للمصدر انت اليوم عم تبحس عن طريق الديانات عم تثحس عن طريق العرافة او السحر او الاعمال السحرية عم تستند على عضلاتك على حكمتك على غناك على امكانياتك صدقني الكتاب المقدس مليان امثلة واعظم مثال هو الحكيم نفسه سليمان الحكيم اللي وصل الى نتيجة قال الكل باطل وقبض الريح مهما الانسان حاول يجمع مهما الانسان حاول يصل فنتيجتك انك انت رح تكون تحت التراب فاذا عما تبحث اين المصدر الذي تبحثه في ناس بتشرب مي بس للأسف مي مالحة بتزيد عطشها لانه الدين لا يسدد الاحتياج ولا الغنى ولا الحكمة الانسانية ولا الامكانيات مهما متلكت لكن عندما ترتوي من نهر الله مشان هيك بتشوف هذا النهر بتشوفه في العهد القديم في حسقيال بتشوفه في سفر الرؤية نهر الله فهذا هو مصدر الارتواء فهو المصدر وهو التدفق وهو فعلا المصب وهو حياة الحياة لانه بدون يسوع لا تستطيع ان تصل او ترتوي من اي شيء ولاحظ انه هاي الدعوة قديما كانت من الانبياء انبياء العهد القديم وانها دعوة الرب يسوع نفسه يدعو الناس ان ترتوي من نهره من حياته يعني الواهب حياة ابدية ان اكل اي احد جسدي طبعا يحيا الى الابد يتكلم عن الحياة الابدية هو معط الحياة مصدر الحياة واهب الحياة هو حياة الحياة فهي دعوة الانبياء بتوجه نظرك الى يسوع ويسوع عن بيقول لك انا هو المصدر لا تبحث عن مياه اخرى اللي بتزيدك عطش وبتفقد حياتك الابدية وهي دعوة من الروح القدس وهي دعوة من الكنيسة يعني كل واحد بيسمع عم بيتكلم للاخرين انه يرتوي من نهر الله من نهر يسوع المسيح لما بتبحث عن مياه اخرى بتزيدك عطش ما فيش اش بيحميه لا مياه النيل ولا مياه الفرات ولا اي مياه اخرى مياه العالم لا تستطيع ان تروي الانسان كله مؤقت فاني وقبض الريح تعال الى ينبوع الحياة والشيء العجيب انه هذا الينبوع مجانا اليوم الناس بتدفع فواتير غالية المي والكهرباء وامور لكن دعوة الرب تعال الى ينبوع الحياة وهذا الينبوع هو مجانا ومش بس بفيد على حياتك ايضا حياة المسيح تصبح حياتك وتنال الحياة الابدية الى ابد الابدين اسمع ما يقول طبعا الدعوة الاخيرة في الكتاب المقدس والروح يعني الروح القدس روح الله القدوس والعروس اللي هي الكنيسة يقولان تعال ومن يسمع فليقل تعال يعني اي شخص بيسمعها رسالة اعملها شير حتى الناس تسمع وقول له تعال الى المصدر تعال الى يسوع تعال الى المخلص الوحيد الطريق الوحيد الى الحياة الابدية تعال ومن يعتش فليأتي ومن يرد فليأخذ ما حياة مجانا هاي اخر دعوة في سفر الرؤية صحاح اتنين وعشرين لربما انت بتشعر انه حياتك فاترة يابسة وصل وضعك يعني كما يقول في حسقيال سبعة وثلاثين يبست اعظامنا هلك رجاؤنا مع كل هذا لما الرب وعد قال دخل الروح فحيه فعندما تأتي الى يسوع ترتوي من نهر الله وتمتلئ من روح الله وهذا الروح هو فيضان ينبع من حياته انهار ماء حية بتفيد ايضا على الاخرين بصلي انهاية دعوة تكون من نصيبك توبوا لتمحى خطياكم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس واسرع طريق هو التوبة كما قال العشار ارحمني انا الخاطئ واطلب انه يسوع يملأ حياتك ويفيد عليك وتتحول من الفتور واليبوسة وارض القاحلة الجرداء الى ارض فيضانات بتفيد على الاخرين كل انواع البركات بصلي في اسم الرب يسوع انك ترتوي من نهر الله ويفيد على حياتك والاخرين واذا انت تبركت بارك الاخرين واعمل شير حتى يكون باركة عم اكبر عدد ممكن ربنا يكون معك ويباركك